حورية البحر تعالوا نعملها اليوم شوفوا لي هالشعرات محلة هون دخيل الله ما بعرف إذا مليتوا من سلسلة المجسمات الكيوت بس إذا حابين أعملكم شغلات تانية كتبوا لي بالتعليقات هنفكر بالأيام الجاي ننتقل للمستوى التاني ونعمل مجسمات أصعب واحترافية أكتر شو رأيكم وهلأ خلونا نرجع للمجسم مثل ما شايفين عملنا ديل الحورية ونزلت مرة فيديو كيف نعمل ديل إذا كنا بنعمله على الكابكيك أو القطاع بحيث إذا ما كان عنا مولت وهلأ بنعمل هاي الزان فيه متر شو اسمه عملته أفتح شوي من ديل الحورية مثل ما شايفين عملناه بهذا الشكل وآخر شي بنضيف عليه هاي التفاصيل بعدين شكلته بهذا الشكل وتركته على الستيك على جنب لحتى يقسى بهذا الشكل وآخر شي بنضيفه على المجسم وهلأ بنعمل جسم الحورية جسم الحورية راح يكون صغير كتير مثل ما شايفين عبارة عن قطعة عجينة سكر بلون البشرة كتير تكون صغيرة ونامة ونشكلها بهذا الشكل بحيث يبين معنا كتاف وشوية رأبة بعدين دفت هذا اللون الفاتح حوالي الخصر وجبت هذول اللون بنفس جيد طابات شعن أعملهن حطهن هون بهذا الشكل مثل الصدف وهلأ بدنا نعمل لإيدين الإيدين مثل ما شايفين كتير صغار وكتير نعمات ما شا الله كل شي نعم بهذا المجسم ومثل ما شايفين عملنا الإيد بهذا الشكل قطعنا مكان الإبهام بعدين بهذه الأداة شكلنا شكل الأصابع بعدين حطيتهنا على الجسم بهذه الوضعية بحيث إيد وتحطها نعم وهلأ بدنا نبلج بالراس طبعا الراس مثل المجسمات الكيوت الثانية طبعا نقصه من الراس تقريبا نصفين بحيث نعمل جزء الجبين والجزء الخدود بعدين بنضغط بالنص مشان ينفصل الخد اليمي عن الخد اليسار نعمل مكان بالنص للتم بعدين هلأ فتحت فتحتين صغار للعيون فتحة صغير للتم بحيث تبين عم تعمل مهم بعدين جبنا عجين سكر باللون الأبيض مشان نعمل بياد العين بعدين عملنا خشم حريط البحر مثل ما شايفين طاب صغيري بعدين حطينا السواد بالعين هل مرة مرحنا من اللون العين يعني بس لون أسواد مع لمعتين هون ولمعتين هنا وبعدين عملنا رمووووش مثل ما شايفين الرموووش بس هيك بس هيك وحتسب بهذا اللون مع أنه شعر أحمر بس ح في مهم ما بعرب كيف أتضاف 처�بعا هه بس المهم بعدين عملنا هذا اللون الزهري مشان الخدود بعدين حطينا ستيك حطينا الدراس على الجسم وهلأ مع أحلى فقرة جبت حجية سكر بلون أحمر بعدين حززتها بالسكين بعدين أطعت فيها هاي القطاع بحيث ما نقطعها على الآخر مشان تضل شق في وحدة بعدين عملت أطرافها مبوزة ولفيت كل خصلة حوالي الستيك متل مشايفين تركتها شوي على جنب لحتى تقسة شوي صغيرة ما بنايها تقسة تنكسر معنا لا بنايها تكون طريبة مشان نقدر نلفها على رأس الحورية من فوق اختنعت من الحكي بعدين جبت خصلة تاني اخيرا رح نحط آخر ديل الحورية وهيك منكون خلصنا مجسم حورية البحر بتمنى يكون عجبكم اكتبوا رأيكم بالتعليقات